نفذ الجهاز الوطني للإرادات 204 زيارات تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر يغسطس الماضي وذلك في إطار الجهود الرقابية المستمر لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية كما تم تنفيذ هذه الحملات من منطلق حرص الجهاز الدائم على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وذلك للتحقق من امتثال المنشآت التجارية لضمان تطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية وأسفرت الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال أغسطس الماضي عن رصد عدد من المخالفات التي استوجبت فرض غرامات إدارية وفقاً لقانون القيمة المضافة والانتقائية إلى جانب رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية والتي قد تستوجب غلق بعض المحلات أو المحال التحفظي ترجمة نانسي قنقر